اهلا بكم الى موجز اخبار الان عبر البيان الختابي للقمة العربية الاسلامية الامريكية التي حقدت في الرياض على الارتياح لاجواء الحوار الصريح والمثمر التي سادت اجواء القمة واكد البيان ان تنسيق المواقف والرؤى بين العالمين العربي والاسلامي والولايات المتحدة سيكون على اعلى مستوى وادان البيان مواقف النظام الايراني العدائية واستمرار تدخلاته في شؤون الدول الداخلية والالتزام بالتصدي لذلك كما رفض البيان ممارسات النظام الايراني وتواصل دعمه للارهاب والتطرف كما دع البيان الختامي الى تعزيز العمل المشترك لحماية المياه الاقليمية ومكافحة القرصنة افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الامريكي دونالد ترامب مركز مكافحة التطرف اعتدال في الحاصم الرياض على هامش القمة العربية الاسلامية الامريكية بحضور اكثر من خمسين من قادة وممثلي الدول العربية والاسلامية ويهدف المركز لوقف انتشار الافكار المتطرفة حيث يعتمد سياسة تعزيز التسامح ودعم نشر الحوار الايجابي ويعتمد على نظام حوكمة رفيع المستوى يعمل فيه خبراء ومختصون في مكافحة التطرف الفكري ويرصد مركز مكافحة التطرف اللغات واللهجات الاكثر شيوعا لدى المتطرفين قال وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون ان الحرب على الارهاب لا علاقة لها بالاديان او الطوائف او الاعراق مشيرا عقب اختتام القمة الاسلامية الامريكية الى ان ايران تواصل تدخلاتها في اليمن والعراق وسوريا كما تواصل دعمها لحزب الله اللبناني مضيفا ان واشنطن ستواصل فرض العقوبات على ايران جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظره السعودي عادل الجبير الذي اكد بدوره ان الرياض تثمن جهود الرئيس ترامب وتتطلع للعمل معه في كافة البجالات وقال الجبير ان ما يواجه العالم ليس حرب ثقافات بل هي حرب بين الخير والشر قال ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاغلى للقوات المسلحة بالامارات الشيخ محمد بن زايد الانهيان قال ان غلاقة دول الخليج بالولايات المتحدة تقوم على اسس صلبة وترابط مصالح ورؤى مشتركة واضف ولي عهد ابو ظبي عقب انتهاء القمة الخليجية الامريكية ان القمة دليل على اهمية دول المجلس عالميا اعلنت القوات العراقية انها استعادت 47 حيا في الجانب الغربي للموصل من تنظيم داعش وقال قائد قوات مكافحة الارهاب العراقية الفريق عبدالغني الاسدي قال ان اعلان نهاية وجود تنظيم داعش في كامل الجانب الغربي للموصل سيكون في وقت قريب بعد ان بدأ بالانهيار وقالت مصادر عراقية ان المواجهات تجري حاليا في حي النجار القريب من حي السابع عشر من تموز الى اللقاء